اعلنت وزارة الصحة خروج 14 حالة اضافية من الحجر الصحي الاحترازي تضم 13 مواطنا بحرينيا وامرأة كورية بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما واجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا كوفيد 19 قبل خروجهم من الحجر الصحي الاحترازي يصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحي 139 شخصا بعد خروج 125 شخصا في وقت سابق ونوهت الوزارة بان جميع الحالات الموجودة في مراكز الحجر الصحي الاحترازي تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت اشراف طاقم طبي متخصص وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم وكيدة حرصها على تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مراكز الحجر الصحي الاحترازية بحسب المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ومتابعة تطبيق جميع الاجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس في مملكة البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع